ما قلت ليش على لسارتي المدير الفني لنادي الأهلي رأيك في إيه؟ لغاية دلوقتي مش أدر أحكم عليه بصراحة كويس يعني لغاية دلوقتي ماشي كويس في الدوري كمان لنادي الزمالك والنادي الأهلي لسه برضو المباراة الأخيرة دي صعبة مش عارف أداء النادي الأهلي أنا بتكلم على الأداء الأداء النادي الأهلي متزبزب شوي متزبزب من عالي عشان نتائجه الأفريقية أو في الدوري ماشي كويس لا أنا بتكلم على الأداء 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 أداء بعض النجوم زي رمضان صبح أداءه نازل شوية من أول الموسم مؤمن زكريا قبل ما يمشي أداءه كان نازل نجوم كتيرة جدا كانت في النادي الأهلي في غير مسواه زائد مشكلة النادي الأهلي تتمثل من بداية الموسم الاتنين السردبكين زائد حارس المرمى بيتغير كتير فأعتقد إن دي كانت إجوال كتيرة جدا دخلت في النادي الأهلي في تاريخ النادي الأهلي ما دخلش الإجوال دي أنت لعبت على إيه نقطة ضعف في النادي الأهلي في مبارات الأهلي وزمانك؟ لعبت على إيه؟ على عدم السحواز النادي الأهلي لأن السحواز النادي الأهلي كان عنده السولية وحسام عشور هم مفاتيح أو المفاتيح اللعبة اللي هم بيرتكز عليهم النادي الأهل فيعني أنا مش عايز أفصر قوي لكن عموما هي دي اللي أنا اشتغلت عليها من البداية إن أنا أشغل على المفتاحين دولت فدي قللت من الخطورة إن هم يبنوا من تحت إن هم يجوا عليها الأهل ما بيدغط عليه بيبقى فرقة قوية ولا بتفضل إن دايما يبقى فيه ضغط على النادي الأهل آه بس لو تضغط غلط إنت بتفقد أربعة خمسة يعني إنت لو ضغطت غلط بضغط فردي آه إنت بتضرب النادي الأهلي ممكن إن هو يجيب جول فيك في أي لحظة تمام فالضغط ده لازم يبقى جماعي ومرتب وإزاي بنضغط كجماعيا مش أي ضغط لإن النادي الأهلي لو تضغط عليه لو فرقة صغيرة بتضغط على النادي الأهلي غلط يشيل تلاتة أربعة فوزك بالكاس كان ضرب تحظه ولا بعد عناق وتعب إنت شايفي لا أنا مش شايف أنا ما بشوفش المكالب لإن ماتش كان خلاص بيه خلاص وزمانك جاب جون ومرسون وضربات جزاء والله يا مهيب أنا عايز أقول لك حاجة أنا تحطيت في اختبارات كانت صعبة جدا يعني ماتشين من الثلاثة اللي أنا عايبتهم في الكاس أب خسران واحد صفر الإنتاج للدقيقة ستين خسران واحد صفر فأول دقيقتين وسموحة فأول خمس دقيقة بزبط وفضلت للدقيقة أربعة وثمانين فاختبارات كانت صعبة حتى الكاس المشكلة في مباراة الكاس من ما بييجي فيه جول بدري بفيه توطر بزبط فأعتقد أني كانت اختبارات قاسية جدا علي والحمد لله ربنا على الدعاء على خير بس كان فيه رجولة من لعيبة وكان فيه تركيز من الجهاز الفني بالكامل وعشان كده ربنا قرب طيب مين هياخد الدوري السندي من وجهة نظرك ده لو أنا بصراح الزمالك أفضل فريق في مصر بدون مواربع ليه كل الزمالك أفضل فريق في مصر ياخد الدوري وكل أهلوي يقول لك الأهلوي يعني ما شفتش حد عكس لا أنا عايز أقول لك حد كل الزمالك أهلوي يقول لك الزمالك ضغوط من اللعيبة على الإعلام والسوشيال كل واحد بيوجهه زي ما هو عايز لا السنة الفاتح كان الأهلوي لغاية تلت تير بعد دوري كان الأهلوي بيقدم أحلى كرة في مصر أنا بصراحة بقولها هو أحلى كرة في مصر كان نادي الأهلوي بيقدم ونزل الكير في الآخر بقى في آخر الدوري بعد ما خد البطولة بعد ما خد البطولة واستمرت معاه فقال بطولة إفريقا لغاية ما كابتن حسين بدري ماشي لكن قبل كده كان نادي الأهلوي بيلعب كرة جميلة جدا نادي الزمالك السنة دي يمتلك فريق يعني إن شاء الله لازم ياخد بطولة الدوري يعني لازم مباراة الزمالك وناصر حسين داي مباراة الزمالك وناصر حسين دي